اهداف الدرس سوف نحدد تركيب الجهاز الهيكلي سنميز بين العظام الهيكل المحوري وعظام الهيكل الطرفي سوف نقارن بين كل من العظم الكثيف والعظم الاسفنجي النخاع الأحمر والنخاع الأصفر وأخيرا سوف نحدد أنواع المفاصل وطريقة حركتها وبعض الأمراض التي تصيبها وفي الختام سنبين وظائف الهيكل العظمي أولا الجهاز الهيكلي ما فائدة الجهاز الهيكلي لما وهبه الله سبحانه وتعالى لنا وهب الله لنا جهاز الهيكلي ليوفر لنا الدعامة والقوة للجسم ويحمي الأعضاء الداخلية في جسمنا مثل القلب والريئتان والدماغ نلاحظ الهيكل الطرفي يتكون من قسمين هيكل طرفي والهيكل المحوري يتركب الجهاز الهيكلي من جزئين أساسيين هما الهيكل المحوري والهيكل الطرفي مما يتكون الهيكل المحوري؟ يتكون الهيكل المحوري من الجمجمة من العمود الفقري الأضلاع والقص بينما يتكون الهيكل الطرفي من الطرف العلوي عظام الطرف العلوي عظام الطرف السفلي عظام الكتف وعظام الحوض يرتبط الطرف العلوي بالهيكل المحوري عن طريق عظام الكتف بينما يرتبط الطرف السفلي مع الهيكل المحوري عن طريق عظام الحوض هنا لدينا عظمة الجمجمة من عظام الهيكل المحوري الأضلع نرى هنا الأضلع العمود الفقري وعظمة القص هذه هي عظام الهيكل المحوري يتكون عظام الهيكل الطرفي من عظام الطرف العلوي وهما عظام الكتف نلاحظ عظمة العض عظمة الساعد وعظام اليد بينما يتكون عظام الطرف العلوي عفوا عظام الطرف السفلي من عظم الحوض عظمة الفخذ عظمة الرضفة عظمة الساق وعظام القدم نلاحظ هناك تناسق بين عظام الطرف العلوي وعظام الطرف السفلي فعظم الكتف يقابلها عظم الحوض بينما عظمة العضد تقابلها عظمة الفخذ عظمة الساعد تقابلها عظمة الرضفة وعظمة الساق عظام اليد تقابلها عظام القدم تصنف العظام على حسب أشكال هائلة عظام طويلة عظام طويلة عظام قصيرة عظام مسطحة وعظام غير منتظمة مثل ماذا عظام طويلة؟ عظام طويلة مثل عظام الساق وعظام الذراع عظام قصيرة مثل عظام الرزق عظام مسطحة مثل عظام الجمجمة وعظام غير منتظمة مثل عظام الوجه والعمود الفقري نأتي الآن إلى الهدف الثالث وهو المقارنة بين العظم الكثيف والعظم الإسفنجي كما ذكرنا سابقا عن أشكال العظام تكلمنا عن أشكالهم فنأتي الآن لنقارن بين أنوع هذه العظام العظام الكثيفة والعظام الإسفنجية أهم خصائص العظم الكثيف أولا يتكون العظم الكثيف من الطبقات الخارجية الطبقات الخارجية لجميع العظام تتكون من عظم كثيف ما فائدة العظم الكثيف؟ العظم الكثيف يعطي الجسم الغوة والحماية يمتد على طول العظم الكثيف تراكيب أمبوبية الشكل هذه التراكيب تسمى بالوحدات البنائية للعظم الوحدات البنائية للعظم تسمى الخلية العظمية الخلية العظمية هذه تتكون وتحتوي من الأعصاب والأوعية الدموية ما فائدة هذه الأوعية الدموية؟ أهميتها تزود الخلايا العظمية بالأكسجين وبالغذاء نأتي الآن نذكر أهم خصائص العظام الإسفنجية تتميز بأنها أقل كثافة من العظم الكثيف وأين يقع في العظم الكثيف ذكرنا سابقا؟ أنه يكون الطبقات الخارجية بينما العظم الإسفنجي يكون ويقع في الطبقات الداخلية للعظم نرى هنا العظم الإسفنجي في الطبقات الداخلية بينما هنا العظم الكثيف يكون في الطبقات الخارجية لا توجد هذه أهم نقطة لا توجد وحدات بنائية في العظم الإسفنجي ويوجد لكن هي لا توجد في العظم الإسفنجي الوحدات البنائية لكن توجد فيها تجاويف نلاحظ هنا التجاويف هذه التجاويف تحتوي على نخاع عظمي أيضا العظم الإسفنجية توجد نركز على هذه المعلومة توجد في وسط العظم القصيرة والمسطحة وتوجد أيضا في العظم الطويلة ولكن في نهاية العظم الطويلة فهذا العظم الطويل في نهاية توجد هنا العظم الإسفنجي ذكرنا سابقا أن العظم الإسفنجي يحتوي على النخاع هناك نوعان من النخاع النخاع الأحمر والنخاع الأصفر أين يقع النخاع الأحمر؟ يقع النخاع الأحمر في عظم العضد الفخذ الأضلاع والقص عظام العمود الفقري عظام الحوض كما يوجد في تجاويف عظام الجنين كما نلاحظ العظام النخاع الأحمر يوجد تقريبا في جميع أنواع العظام النخاع الأصفر يوجد في العظام الأخرى من الجسم ما وظيفة النخاع الأحمر؟ وظيفة النخاع الأحمر يأنتاج خلايا الدم الحمراء نلاحظ نخاع أحمر سبب تسميته بهذا الاسم بسبب انتاجه لخلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية والنخاع الأصفر يحتوي على دهون مخزنة في حسب لكن هل أن النخاع الأصفر فقط ترتكز وظيفته على أنه يتكون لدهون؟ لا، النخاع الأصفر ممكن أنه يتحول إلى نخاع أحمر في بعض الحالات ما هي هذه الحالات؟ يستطيع الجسم تحويل النخاع الأصفر إلى النخاع الأحمر في حالة فقدان كميات كبيرة من الدم مثلا في حالة الإصابة بالنزيف أو عند الإصابة بفقر الدم فكناع من حالة طوارئ في الجسم النخاع الأصفر يتحول إلى نخاع أحمر نشاط رقم واحد لنقيم أنفسنا بعض المعلومات التي خذناها سابقا لنقارن الآن بين العظم الكثيف والعظم الإسفنجي كما في الجدول العظم الكثيف والعظم الإسفنجي لنقارن بينهما من ناحية التعريف الموقع، الوظيفة والوحدات البنائية ثم لنجاوب على هذه السؤال ما العظم التي يتكون منها الهيكل المحوري وقفة بسيطة لنراجع فيها معلوماتنا ترجمة نانسي قنقر انتهى الوقت أعزائي الطلبة لنجاوب الآن على نشاط رقم واحد العظم الكثيف المقصود به عظم الكثيف هو عظم مضغوط وقوي وهو العظم الذي يعطي القوة والدعم كما ذكرنا سابقا العظم الإسفنجي كما ذكرنا هو عظم يكون أقل كثافة من العظم الكثيف وفيه عدة تجاويف تحتوي على نخاع عظميا ما هي أنواع النخاعات التي يتكون منها؟ ذكرنا سابقا نخاع أحمر ونخاع أسفر الموقع أين يقع العظم الكثيف؟ يقع العظم الكثيف في الطبقات الخارجية لجميع العظام بينما العظم الإسفنجي يوجد في أين؟ وسط العظام القصيرة والمتوسطة وفي نهاية العظام الطويلة بالنسبة إلى الوظيفة كما ذكرنا العظم الكثيف يعطي القوة والحماية بينما العظم الإسفنجي يحتوي على النخاع العظمي الذي ذكرنا فائدة النخاع العظمي من قبل الوحدات البنائية توجد في العظم الكثيف ولا توجد في العظم الإسفنجي ما العظم الذي يتكون منه الهيكل المحوري؟ من اسمه هيكل محوري يعني يغطي العظام التي تشكل محور الجسم يتكون الهيكل المحوري من الجمجماء العمود الفقري والأظلاع وعظمات القص نأتي الآن إلى الهدف الرابع وهو تحديد أنواع المفاصل التي يتكون منها الجسم وطريقة حركة كل منها المفصل أين يوجد المفصل؟ يوجد المفصل في مكان التقاء عظمين أو أكثر يمكن تصنيف على أي أساس أنا أصنف أنواع المفاصل أصنف أنواع المفاصل على حسب نوع الحركة إلى أجزاء مختلفة وأشكال مختلفة إلى مفاصل كروية مفاصل مدارية رزية مفاصل منزلقة ومفاصل درزية كل نوع من هاي المفاصل يوجد في مكان مختلف الجسم ليست جميع المفاصل متحركة بينما مفاصل الجمجمة ثابتة عند الولادة تكون جميع عظام الجمجمة ملتحمة مع بعضها لا تكون عفواً لا تكون جميع عظام الجمجمة ملتحمة مع بعضها البعض هذا الالتحام يحدث بعد ثلاثة أشهر من الولادة لذا نلاحظ أن الأطفال الصغار تكون في مقدمة الرأس أو في منتصف الرأس منطقة جداً لينة ترتبط عظام المفاصل مع بعضها البعض بواسطة الأربطة هذه الأربطة هي التي ترتبط العظام مع بعضها البعض الأربطة هي أشرطة صلبة من نسيج ظام يربط بين عظم وآخر أنواع المفاصل كما ذكرنا سابقاً كاروي، مداري، الرزي، المنزلق والدرزي شكل المفصل نرى هنا شكل المفصل الكاروي هذا شكل المفصل المداري شكل المفصل الرزي شكل المفصل المنزلق وهذا هو شكل المفصل الدرزي أين يقع المفصل الكاروي؟ هو عظم كما نلاحظ هنا يشبه الكرة يقابل تجويف عظم آخر له مجال وانسع في الحركة المفصل الكاروي يتميز أنه هو يتحرك في جميع الاتجاهات فيسمح بالمد وبسط وتقريب ودوران الورق والذراع والسق فهذه المفاصل توجد عادة في الورق والأكتاف المفصل المداري من اسم مداري حركته الأساسية هو الدوران حول محور واحد هذا المفصل أيضا يسمح بالتواء الذراع مثال عليه المرفق حيث تلتقي فيه نعظمة الزند والكعبرة المفصل الرزي يطابق السطح المحدب لهذا المفصل السطح مقعر لعظم آخر ويسمح في الحركة في مستوى واحد فقط هذا المفصل يسمح فقط بحركة إلى الأمام وإلى الخلف مثال المرفق والركبة مفصل المنزلق هذا المفصل تكون حركة محدودة حيث تنزلق سطوح المفصل بعضها فوق بعض إلى الأمام وإلى الخلف يوجد هذه الأنواع من المفاصل في الرزق والكاحل والفقرات الدرزي لا يتحرك مطلقا من شكل المفصل الدرزي يبين أنه هو يوجد في الجمجمة حيث توجد 22 عظم يرتبط مع بعضها البعض بدرزات مختلفة نلاحظ هنا أشكال الدرزات يوجد في مكان واحد في الجسم هو الجمجمة هدفنا الرابع لدرس اليوم هو تحديد بعض الأمراض التي تصيب المفاصل المرضى الأول هو التهاب العظام التهاب العظام هو حالة مرضية مؤلمة تنتج بسبب تآكل الغضاريف عادة هذا النوع من الأمراض تصيب الركبة، الورق، الرقبة والظهر طبعا هذا النوع من الأمراض تزداد إمكانية الإصابة مع التقدم في العمر وقد يصبح أيضا الشاب معرض لهذا النوع من الأمراض بسبب ضرر في المفصل في مرحلة البلوغ أو نشاط بدني عنيف المرض الثاني هو التهاب المفاصل الروماتيزمي طبعا هو شكل آخر من الالتهاب لا ينتج هنا عن تآكل الغضاريف بينما تلتهب هنا المفاصل وتفقد قوتها ووظيفتها وتسبب آلام شديدة وهذا الشيء قد يسبب بعض تشوه في الأصابع الالتهاب الكيسي طبعا يوجد هناك كيس يقع بين مفصل الكتف والركبة هذا الكيس وظيفته يعمل على تقليل الاحتكاك ويعمل عمل الوسادة بين العظم والأوتار ما الذي يحدث؟ قد يحدث خلل في هذا الكيس الذي يؤدي إلى تقليل الاحتكاك فالكيس لما يلتهب يقلل حركة المفصل فيسبب ألم وانتفاخ أكثر الأشخاص إصابة بهذا النوع من الأمراض هما لاعبوا التنس بسبب كثرة إجهادهم لهذا النوع من المفاصل طبعا علاجة الراحة المفصل لفترة من الزمن المرض الأخير هو التواء المفصل يسبب التواء المفصل ضرر كبير أو تلف للأربطة التي توجد بين المفاصل هذا النوع يحدث عندما تلتوي المفاصل أو تمد بشدة مما يؤدي إلى حدوث انتفاخ في المفصل يصاحبه أيضا ألمان شديد لنقف هنا الآن لنقيم أنفسنا بعد المعلومات التي أخذناها سابقا لماذا تغطى العظام في المفاصل المتحركة بالغظروف؟ ما فائدة هذه الغظاريف؟ لنفكر معا الإجابة تعمل الغظاريف عمل وسادة لتسمح بحركة المفصل بسهولة من غير هذه الغظاريف سوف تصبح عمل هذه المفاصل جدا سعبة أي الأمراض اللآتية التي تسبب ألم وانتفاخ ويصيب لعوم التنز ذكرت سابقا في مرض يصبح يعني معرض لعبي التنز معرضين فيه لدرجة شائعة ما هي؟ هل هو التهاب العظام؟ الالتهاب الكيسي؟ التهاب المفاصل؟ أو التواء المفصل؟ الجواب هو صحيح مرض الالتهاب الكيسي السؤال الثالث حدد نوع المفصل الذي له مجال واسع من الحركة في جميع الاتجاهات؟ أي أنواع المفاصل التي يسمح بحركة في جميع أنواع الاتجاهات؟ هل هو المفصل المداري؟ المفصل الدرزي؟ المفصل الكراوي؟ أو المفصل المنزلق؟ الجواب هو المفصل الكراوي نأتي الآن إلى الهدف الأخير من درسنا اليوم هو وظائف الجهاز الهيكلي ما الوظائف الأساسية التي يمدنا بالجهاز الهيكلي لجسمنا؟ أهم وظيفة كما ذكرنا سابقاً وظيفة الدعم الجهاز الهيكلي يدعم الساقين والحوض والعمود الفقري كما عظام الفك تدعم الأسنان الحماية الجهاز الهيكلي يحمي الأعضاء الداخلية للجسم فالجمجمة تحمي الدماغ العمود الفقري يحمي النخاع الشوكي القفص الصدري يحمي الأعضاء الداخلية كالقلب والرئتين والأعضاء الأخرى تكوين خلايا الدم كما ذكرنا سابقاً وظيفة النخاع يتم تكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية من خلال النخاع الأحمر كما ذكرنا سابقاً الذي يتكون في العظم الإسفنجي التخزين العظام تخزن الكاليسيوم والفوسفور اللازمة للجسم الحركة العظلات تساعد عظام الذراع والسق في حركة الجسم كما يساعد الحجاب الحاجز على الحركات التنفسية نختبر نفسنا الآن لدينا هذه الصورة استخدم الشكل السائل المقابل للإجابة على السؤال إلى أي نوع من أنواع المفاصل في الشكل المقابل ينتمي هذا الشكل الإجابة هي المفصل الرزي أي من الآتي لا يعد من وظائف العظم كما ذكرنا سابقاً وظائف العظام إنتاج فيتامين دال الدعم الداخلي حماية الأعضاء الداخلية تخزين الكاليسيوم أو إنتاج فيتامين دال أي من الوظائف السابقة لا تعد من وظائف تكون العظم الإجابة هي إنتاج فيتامين دال لا تعد من وظائف العظم لم نذكرها مع الوظائف الأختبار الثاني نرى السهم أعزائي الطلبة هذا السهم يشير إلى أي نوع من أنواع العظام يشير إلى العظم الإسفنجي كل مما يلي من خصائص الجزء المشار إليه بالسام في الصورة ما عدا أقل كثافة من العظم الكثيف يحوي نخاعاً عظمياً يوجد وسط العظام الطويلة به العديد من التجاويف أي هذه الخصائص لا تعد من خصائص العظام الإسفنجي أقل من كثافة العظم الكثيف صح أم خطأ صح يحوي نخاعاً عظمياً ذكرنا سابقاً أن العظم الإسفنجي يحتوي على نخاعاً عظمي يوجد وسط العظم الطويلة كما ذكرنا سابقاً أين توجد العظام الإسفنجي هل توجد وسط العظام الطويلة أو نهايتها أو في مقدمتها ذكرنا سابقاً توجد العظام الإسفنجي في نهاية إذن هنا يذكر أنه وسط فالجواب خاطئ في نهاية العظام الطويلة إذن الجواب هو سي كيف تحافظ العظام على الاتزان الداخلي للكاليسيوم في الجسم؟ ذكرنا سابقاً أعزائي الطالبة أن من وظائف الجهاز العظمي هو إنتاج الكاليسيوم كيف الجهاز العظمي يحافظ على الاتزان الداخلي للكاليسيوم؟ عندما ينخفض مستوى الكاليسيوم في الدم يطلق العظام الكاليسيوم في الدم بينما إذا ارتفع مستوى الكاليسيوم في الدم يقوم الجهاز العظمي بتخزين ما يزيد عن حاجة الدسم وبالتالي نحقق الاتزان الداخلي للكاليسيوم لذا نسبة مستوى الكاليسيوم في الجسم يجب أن تكون في مستوى معين انتهى درسني هذا اليوم شكراً أعزائي الطلبة وبالتوفيق لكم جميعاً